اهالي باريس استمعوا الى ملكة الميراكلس فمن الان لن يحتفظ احد بسرية هويته كل الميراكلس تعالوا اليه مرحبا بكم اتمنى ان تكونوا بالف خير في هذه السلسلة سوف احلل الحلقات المفضلة بالنسبة لي والتي اراها اكثر اسارة وان كان هذا المحتوى يعجبك لا تنسى ان تدعمني بلايك وان تشترك في القناة تفعل الجرس ولا تنسى الصلاة على النبي عليه افضل الصلاة والسلام وهيا بنا تبدأ الحلقة بجابريال وناتلي ونكتشف انه منذ حلقة ميركل كوين بعدما سحرت كلوي الى ملكة الميراكلس ونادت على كل حاملين الميراكلس واستطاع عكمس معرفة هويتهم ومن بعدها صنعت ناتلي وحش مشاعر الابتجامي وجعلته يتتبع الضعصوقة وهي تعطي الحاملين الميراكلس وتستلمها لكي يتتبعها ويعرف هويتها لكن ناتلي كانت ترى انه عدم الفائدة لكن جابريال كان يرى انه مفيد جدا في اللحظة التي يسلم فيها الحاملين الميراكلس الى الضعصوقة حينها يمكن لابتجامي الاختباء في الميراكلس دون ان تراه الضعصوقة وبهذا يكشفون هويت الضعصوقة وتسأله ناتلي كيف سيفعل هذا ويخبرها انه يحتاج لحفل يجمع فيه جميع الحاملين الموجودين في القائمة وشرير قوي لكي تطلب الضعصوقة مساعدة احد الحاملين ثم يتصل بأودري برجواء ويخبرها انه مسرور لجائزة مجلة ملكة الموضة وانه يرى انه من الرائع ان تطلق الجائزة بانتخاب ايدريان توافق ايدري وترسل الدعوات للاشخاص وتصل مارينيت دعوة وتكون سعيدة جدا ويكون جميع الكوام يريدون الذهاب معهم الى الحفلة لكن ترفض مارينيت ان تأخذ اي واحد منهم وتخبرها تريكس ان لديها حامل وبهذا ستحضر معهم لكن تخبرها مارينيت ان الميراكلس خصتها معها وليست مع اليا بشكل رسمي وتقترح عليها ان تعطيها لاليا الى الابد لكن ترفض مارينيت لان هذا سيسبب المشاكل وعندما يصل هناك كل الصف وعندما كانوا سيركبون المصعد تخجى المارينيت ان ترجى بالمصعد مع ايدريان وتحاول اليا ادخالها لكنها ترفض ثم نرى اودري برجواء غاضبة من المصورة لانها تريد ان تبدأ التصوير الان لكن تخبرها المصورة انهم لا يستطيعون البدء من دون الك لانه الموزيع وتكون نتالي وشادوموس يستعدان ثم يدخل الحمام ويصنع وحش مشاعر يشبه الك وعندما يخرج الك يتفاجأ منه لكن يأمره شادوموس ان يذهب وعندما يصل الك الوحش هناك تأتي اودري برجواء لكي يصوره ويبدأ بالسخرية من اودري برجواء ومن مجلتها وتحاول اودري ان تدفع عن نفسها لكنها يخبرها انها قد صارت اضحوك فعلا حينها تغضب اودري جدا ويصيبها شادوموس بالاكوم وتخبره ان يعفيها عن السرسرة ويعطيها القوة لكي تنتقم وستجلب له الميراكلس المطلوبة وعندما يرواها الجميع يبدأون بالهروب ومارينتو واليا يذهبون لكي يتحولوا وتحاول اصابة الك الوحش لكنها لا تستطيع وعندما توجه صولجانها ناحية ايدريان وكلوي تقذفه كجامي بكرسي حينها تحولها ملكة الاناقة الى رماد وبعدها يذهب ايدريان ليتحول في المصعد لكن تدخل عليه مارينتو كانت تريد ان تتحول لكن تكتشف ان ايدريان هناك ويمثلان ومال اثنان انهم كانوا يريدون الذهاب لطلب المساعدة ثم نرى ملكة الاناقة وهي تبحث عن الك وتخبرها كلوي انه ذهب من هذه الناحية لكن تتذكر انها ضحكت عليها عندما سخر منها وتحولها هي وزوي الى رماد وبعدها نرى نتالي تأمر ابتجامي ان يجد بقية الحاملين ونرى ماكس يحاول تهرب المدعوين في الحفلة ويخبر شادوموس ملكة الاناقة بهذا لكنها تحاصر البرج بطوقة من الذهب لكي تمنع المدعوين من القروج وحينها يحاول ايدريان ومارينات الخروج من المساعد لكنهم يجدوهم معطل ولا يستطيعون فتحه تبعت مارينات رسالة لاليا وتخبرها انها علقة في المساعد مع ايدريان وتسألها اليا كيف ستتحول الى الضعصوقة تخبرها مارينات بالخطة لكي تكون بمفردها وتتحول وتحاول اليا ان تترك نينو والذهاب لكي تنفذ الخطة لكن لم يكن يردها ان تذهب بمفردها وتخبره انها ستذهب الى الحمام لكي يدعها وحين يحرر شادوموس الك الوحش يهرب الك الحقيقي وتستطيع ملكة الاناقة تحويله الى رماد وتجد لوكا ومعجب ايدريان ايضا في فتحات التهوية ودحولهم الى رماد ثم نرى ان في قائمة الابطال باقي السلاسة لم يقضى عليهم وبعدها مارينات تحاول الانتصال باتف القوامي ويسألها ايدريان من هذا تخبره ان هذا رقم المطافئ وتخبر القوامي بطريقة غير مباشرة بمكانهم وتحاول ان تلمح لهم ان يجعلوا كالكي يفتح رحلة اليهم لكنهم لا يفهمون حينها يوصل ابتجام ويلاحظه ايدريان ويخبر مارينات ان تصمت وتأتي ملكة الاناقة وكان سيخبر كل من ايدريان ومارينات بهوياتهم السرية بعضهم البعض لكن يخبر شادوموس ملكة الاناقة انه لا يوجد احد بالمصعد ثم تجد ملكة الاناقة كيم وتحوله الى رماد وبهذا بقي نينو واليا وترسل مارينات لاليا رقم القوامي لكي تتصل بهم وعندما يتصل عليها نينو لا تجيب ثم يخرج لكي يبحث عنها في هدوء لكن تجده ملكة الاناقة وتحوله الى رماد وبعد هذا يصنع شادوموس وحش مشاعر نينو لكي يجعل آليا تخرج من مغبئها وينادي عليها نينو الوحش بصوت عالي كي تسمعه لكن يأتي كالكي ويأخذها ولم يكن عندها خير سوى ان تذهب معه وترسل مارينات لاليا ان تحضر ميراكلس النحلة معها ايضا وتتحول آليا الى رينا روج ثم تصنع وهم يشبه الضسوقة وتنظر الى صندوق الميراكلس وترى انه من الافضل ان تأخذ ميراكلس السرعفة ايضا ثم نرى كالكي يفتح رحلة ويذهبون الى برج مونبرناس ونرى انه يسبب كوارث كبيرة وتذهب رينا روج لنينو وتخبر ناتالي شادوموس انها قد وجدت آليا سيزار وهي متحولة الى رينا روج ومعها قوامي ويرونها تعطي لنينو الوحش ميراكلس السلحفة ويسألها لماذا كلفتيني اخبرته ان الضسوقة هي من طلبت منها وتخبره ان يذهب ليساعدها ويكون شادوموس ونتالي متفاجئين بسبب ان القط الاسود هو من كان يعطي الميراكلس مع الضسوقة للحاملين ويتحول نينو الوحش الى كارابيس ويندمج ابتجامي مع الميراكلس ويذهب ليساعد الضسوقة المزيفة وياتحارب ملكة الاناقة ثم افتح كالكي رحلة وتذهب لينا روج لمارينيت وادريان وتخبرهم ان الضسوقة من اخبرتها ان تنقذهم وتأخذ ايدريان بمفرده اولا وبعدها تعود الى الضسوقة التي تعطيها ميراكلس النحلة ثم تنتمج به لتصبح ليدي بي وتذهب هي ورينا روج لمراقبة ملكة الاناقة والضسوقة وهم يتعاركون وتتفاجأ ليدي بي عندما ترى كارابيس وتخبرها اوليا انها رأت انها من الافضل ان يساعدهم وعندما تستخدم تعويزة الحظ تعطيها مرآة وتكون خطتها ان يحميها كارابيس بالدرع كي تستطيع شل ملكة الاناقة وتتجح الخطة فعلا بان تشلها وتنزع الاندماج ثم تكسر الوردة التي تختبئ فيها الاكومة وتمسك بها وتعطيها تماما سحرية دون ان تلاحظ وعندما يصل القط الاسود يجد الضسوقة ورينا روج وكارابيس وكالكي وتخبره الضسوقة انه لو كانت تعرف هويته لكانت دعته الى المعركة لكن يخبرها انه يوم ما سو فتعرف هويته وبعدها تذهب الضسوقة ورينا روج وكارابيس لكي ينزع التحول وتكون الضسوقة مستغربة من انها لم تستخدم تعويزة الحظ في هزمة الشرية وعندما ينزع نينو واليا التحول ويعطنوها الميراكلس تتفاجأ من ان نينو لم يفعل حركة اليد بطريقة صحيحة مع آليا حينها تعرف انه وحش مشاعر وتكلم شادوموس من خلاله ويتفاجأ شادوموس ونتالي من انها كيف عرفت ثم تنزل للقط الاسود وتجعله يدمر ميراكلس الصلحفة وعندها يخرج الابتجامي وتضطرب صحة ناتالي وبعدها تستخدم تعويزة الحظ وتعيد كل شيء وتصلح الدمار الذي سببته انتقالات كالكي وتعيد نينو الى آليا وفي نهاية الحلقة نراها تعطي لآليا ميراكلس السعلب الى الابد وحينها يخبر جابريل بان آليا ليست حاملة ميراكلس عادية وانه سوف يستهدفها الفتر القادمة وتنتهي الحلقة وإلى هنا ينتهي فيديو اليوم إن أعجبك هذا المحتوى أخبرني في التعليقات ما هي الحلقة الجديدة التي تريدوني أن أتحدث عنها ولا تنسى أن تدعمني بلايك وأن تشترك في القناة وتفعل الجرس حتى يصلك محتوى الجديد